موسيقى السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد على قناتي وصفات ام يسرا كنتم من تكونوا بخير وعلى خير وبصحة جيدة يا رب اليومي ان شاء الله غدي نقدم معكم روتيني اليومي لزيادة في الوزن كيف ما كتعرفوا بالنسبة للناس اللي تعانيو من نقصان الوزن او نحافة فكيف ما كنقولو خاصهم الروتين اليومي باش تزيدوا الوزن ديالهم ماشي في الصباح او الا في المساء ضروري خاص تكون النهار كامل يعني من صباح الوجبات الغذائية ديالك خاصة تكون منظمة من صباح حتى تبغيت ناسي لذلك ان شاء الله عندي لكم واحد الوصفة طبيعية رائعة وكذلك صحية وغادي نقدم معكم مشروب هائل وغا نقول لكم المكمل الغذائي الي كنستعمل انا ضروري من المكمل الغذائي بالنسبة للناس اللي مقفولة لهم شاهية يعني ما تياكلوش مزيان ضروري خاصوا موحد المكمل الغذائي لتيساعدهم باش هيكلو مزيان وكذلك يكون صحي ما يكونش عندو شي اضرار نتمنى تتبعوا معايا الفيديو للاخير باش تعرفوا المكونات وفوائد ديالها وكذلك المكوين الغذائي والتمن دياله كل هاد المواضيع وحتى المشروب الصحي غادي نتكلم ليكم عليه اول حاجة غا نبدأوا بها هي الوصفة اللي تحتاج لها كاول مكوين صوجة والصوجة معروفة في الزيادة في الوزن وكذلك في زيادة الهرمونات الانتوية عند المرأة وكتفتح لينا الشهية بشكل كبير صراحة هاد المكوين هادا رائع انا اخديت منو 125 جرام وشديتو وحمرتو شوية دخلتو للفران حتى وللية بهذا اللون هادا ضروري خاسكم انكم تحمرو الصوجة ما تستعملوهاش خضراء علاش لانو باش تطلق لنا ذاك الزيادة مني تتحمر بالنسبة للتاني مكوين عدنا السيمسيم او زنجلان صراحة هاد زرعا دي فهي كنز علاش لانها كتحتوي على مكملات غذائية اساسية مثل حديث الزنج الذي يمنع تساقط الشار وفيها نسبة كبيرة من الكالسيوم اللي كيقوي العظام وكيحميه من الهشاشة وهي كذلك مستمن طبيعي للكبار والصغار فضرورية في هاد الوصفة هادي عدنا زرعة الكتان او بودور الكتان حتى هاد زرعة هادي صراحة فيها عدة مكملات غذائية وفيها النسبة عالية من الزيوت من بينها زيت الاميغاتري اللي كيتواجد فقط في زيت السمك او السمك والاطباء كيقولوا بان هاد زرعة هادي تيتواجد فيها زيت الاميغاتري وهي كتزيد الوزن وكتزيد كذلك في الهورمونات الانتوية صراحة زرعة الكتان او بودور الكتان فهي رائعة والمدق ديالها رائع ومفيدة كذلك لجسم ديالنا وبالنسبة لطريقة تحضير ديالها فانا دخلتها للفران كل شي المكونات اللي عندي صهدتهم شوية في الفران يعني ما تخليهم مش حتى يتحرقوا لانا زرعة الكتان فيها نسبة كبيرة من الزيوت ولا صخنتوها بزف هادوك الزيوت غيتحرقوا لنا وما غديش يبقى لنا الفوائد فيها ولا جيت نهضر لكم صراحة على هاد المكونات هادو خاصنا كل زرعة او كل مكونات خاصوا فيديو دياله خاص بي لانه صراحة الفوائد ديالهم لا تعد ولا تحصى عندنا كذلك إيلان كيف ما كتشوفو تيكون شكل دياله بحل حبات الدورة حتى هو صحتو شوية وحتى هو في منافع كتيرة ومزيان العظام ديالنا فانا هاد المكونات كاملة خديت منهم 125 جرام خاصوا يكونوا بنسبة متساوية 125 جرام يعني نصفة رابعة في كل زرعة وكاملين حمرتهم شوية في الفران ماشي فوق المقلاة كيف ما قلت لكم فوق المقلاة كيتحركوا لانه كيتواجدوا فيهم نسبة من الزيوت دكشي علاش دخلهم الفران وبالاخص زرعة الكتان لانه فيها نسبة عالية من الزيوت صفي هاد وما زرعات اللي تنحتاجوا وهاد واربع زرعات اللي تنحتاجوا صراحة هائلين ضروريا في هاد الوصفة هدي كنحتاج 125 جرام من الاكاجو وعندي 125 جرام من لوز البلدي وكنحتاج 125 جرام من البندق بالنسبة البندق والاكاجو ماشي ضروريين في هاد الوصفة انا زدتهم علاش لانه حتى هما تزيدوا في الوزن بشكل كبير دكشي علاش دخلتهم عاد الوصفة هادي اما فقط اللي بغد تدير فقط سمسيم وزرعة الكتان الصوجة واللوز فقط فهذا يكفي اللي بغيت تزيد البندق والاكاجو كي يبقى لك الاختيار يعني قلت لكم ماشي ضروريين فهذا الوصفة هادي صفي هادي هم المكونات اللي تنحتاجوا وكل هما اختيتهم كيف ما قلت لكم بنسبة متساوية 125 جرام وبالنسبة لزرعة الكتان علاش درت انا نسبة قليلة لانه زرعة الكتان ما كتبغيش تبقى مدة اطول يعني هادي الوصفة اللي درتوها فقط 11 ايام او 15 ريوم فقط وتعودو تصاوبوها دكشي علاش كنناخد انا 125 جرام فقط ومني كتسالي لي الوصفة تنعود نصوبها مرة اخرى لانه زرعة الكتاني الى فاتت عشر يام او 15 يوم تتبدأ كتعطينا واحد كتبدأ كتتطلق واحد المادة سامة وما كانستفدوش منها واخيرا غادي نحتاجو شوكولات نوتيلا اللي غادي نجمعو به هاد المكونات هادو من بعد ما غادي نطحنوه كنحتاجو شوكولات نوتيلا ضروري نوتيلا لانه كيحتوي على نسبة كبيرة من البندق وكيكون المادة دياله لديد سافي كيف ما كتشوفو معايا المكونات ديالي من بعد ما حمرتهم غادي نطحنهم وانا غادي ناخدهم عند عند اي عطار لحداكم انا غادي ناخدهم عند العطار وغادي نطحنهم باش ما ياخدوش لي الوقت كتير هنا من بعد ما بحنت الوصفة كيف ما قدت لكم خديتها عند العطار لانه عنده ماكينة كبيرة وكانكو بكل شيء في دقة واحدة وما كياخدش لي الوقت كتير وكذلك تيطحنهم زيان وكي تجانسوا مع بعض ديالهم ماشي بحال في الدار غادي تبقى يطحني كل حاجة بوحدها عد غادي يتخلطيها صافينا اختيت هنايا شوكولات نوتيلا وحطيتو على الوصفة ديالي وغادينا نبدأ تنخلط فيه وكذلك غادي نضيف ليه العسل سيس ما اذكرش لكم العسل في الاول ممكن نضيفوا عسل الحر الى عندكم الى ما عندكمش اكتفيوا انا اخديت هنا عسل دار السلام صراحة تعجبني المادق دياله زوين والان نرى كيف مما كتعرفو هناك عدة جمعيات اللي كيصوبوا العسل لكن انواع كتيرة ديال العسل مثل العسل الضغموس الاوكاليبتيوس وكذلك عسل ديال البرتقال انواع كتيرة وطبيعية والمادق ديالها زوين صافي كيف مما شفتو انا وضعت العسل والشوكولات سنجمع بهم الوصفة ديالي ونرجع معكم من بعد ما جمعت الوصفة ديالي بالعسل والشوكولات كيف مما كتشوفو معايا سنحصل لها ديالشكل هذا سنبدأ نصوب واحد الكوائرات كيف مما تشوفو معايا الا بغيتوا تخليوا الوصفة كمائية وتوضعوها في شيء سوبر وتبقوا تاكلوا بالمعلقة ماشي مشكيل ولكن انا كان فضلا نضير هاد الكوائرات هادو وكان بقى ناكل منهم يكونوا كوائرات متساوية ناكل منهم بعد الافطار بعد الغذاء وكذلك بعد العيشة صافي كناخد حبة بعد كل وجبة غادي خليت انا كيمية من الوصفة ديالي كيف مما كتشوفو معايا وتنمرمد في هادوك الكوائرات باش تيعطيني شكل حلال حلوة صافي غادي نستمر بنفس الطريقة حتى نكمل جميع الكوائرات اللي عندي بهالطريقة هادو وغادينا ندوز باش نوريكم المكمل الغذائي بقوا معايا بالنسبة المكمل الغذائي انا اخترت ابينات صراحة رائعة دي المكويل اللي غادينا ندر لكم اللي وغادينا نوريكم المعلومات ديالو كيف مما كتعرفو ان الشخص اللي بغي يزيد في الوزن ضروري خاصو يكون كي يكل مزيان ولا ما كانش كي يكل مزيان خاصو واحد المكمل الغذائي اللي كيساعد على فتح الشاية وابينات كيف مما كتشوفو معايا مكتوفي يساعد على فتح الشاية وهو مصنوع من الحلبة والفيتامينات وكيف مما كتعرفو ان الحلبة هي احسن مكاين في الزرارة وثمان ديالو مناسب كيف مما كتشوفو معايا 44 درهم فاصيلة 50 وكذلك الحلبة هي افضل مكاين في الزرارة وكذلك افضل وهم في القيمة الغذائية وكيقول واحد المثل لو علم الناس ما في الحلبة اللي شاروها بالذهب وكيف مما كتشوفو انا قدمت لكم ابينات لانه مكمل غذائي مكوين من الحلبة والفيتامينات يساعد على فتح الشاية والزيادة في الوزن واعطاء النشط والحيوية للجسم يعني حتى المعلومات اللي مكتوبة عليه صراحة ممكن تستعملوه بشكل طبيعي وما تخافوش منه وما عندوش اضرار ونتمنى تجربوه وتردو عليها الخبار واخيرا غادي نقدم لكم المشروب الصحي والرائع اللي كيزيد في الوزن بشكل رائع اللي كنشربوه قبل النوم كذلك مشروب صحي اللي بالحليب والطمر في فوائد دياله كتيرة كيف ما كتشوفو معايا عندي حليب كامل الدسم ضروري حليب كامل الدسم هو اللي تيساعد في تسمين الجسم عندي سبع حبات من الطمر اللي وصنا عليهم الرسول صلى الله عليه وسلم اننا نناكله سبعة طمرات كل يوم داك شعلاش غادي ننمزجهم مع الحليب ان شاء الله باش نحصلوه على مشروب صحي واللي غادي يساعدنا كذلك في الزيادة في الوزن وكيف ما كتعرفو بأن الطمر كيحتوي على كالسيوم اللي كيعطي يقوي العظام وكذلك كيحتوي على ما عادين مثل الزنج الحديد الماغنيزيوم وعنده العديد العديد من الفيتامينات والألياف كيعطي الطاقة والحيوية للجسم ديالنا كيحارف فقر الدم لأنه كيحتوي على نسبة كبيرة من الحديد ما شاء الله وكذلك تيهدأ الأعصاب وكيحافظ لنا على الكوليستيرول في الدم سافي كيف ما شفتوا معي وضعت سبع طمرات وضفت ليهم القليل من الماء تقريبا ثلاثة المعالقة ديو الماء وضعتوا واحد جوج دقيق حتى ثلاثة دقيق فوق النار وغادينا نوضع كاس ديال الحليب في الخلاط الكهربائي وغادينا نوضع ليه سبع طمرات اللي صخنتهم شوية فوق البوطة باش ما يجيوناش قاس حيني لطحناهم سافي كيف ما كتشوفوا نوضع الطمر مع الحليب غادي نطحنهم وكيف ما كتلكم غادي يكون عندنا المشروب واجد وغادي نشربوها قبل أنه سافي وصلنا لنهاية الفيديو وكنتمنى الفيديو يكون الإعجاب ديالكم ونتمنى نكون فتكم إن شاء الله في هاد الفيديو هادي ونتمنى تجربو الوصفة وترضو عليها في الكومنتار كذلك ما تنسوش تبارتاجيو الفيديو الناس اللي بغين يزيدوا في الوزن لأن هاد الوصفات اللي قدمت لكم اليوم صراحة وصفات هائلة لا بالنسبة الوصفة الطبيعية لا بالنسبة كذلك المكمل الغدائي ولا بالنسبة حتى المشروب الصحي والطبيعي كل هاد المكونات الطبيعية وصحية مئة في المئة وكذلك تعطينا واحد الجسم رائع وكذلك تساعدنا في الحصول في الزيادة في المناطق الأنتوية شكرا على مشاهدة الفيديو باي باي مع السلامة إلى فيديو قادم إن شاء الله